اشتركوا في القناة ما هي افضل طريقة لبدي فيديو حول الاطيمة الغريبة من الحديث عن حساء الخفافيش سيء الصمع وبالمناسبة يقال ان حساء الخفافيش واحد اسباب تفشي فيروس كورونا الذي يدمر حرفيا حياة الناس اليوم هذا الفيديو يخذنا الى شمال سولويزي اندونوسيا حيث يعد تناول حساء الخفافيش ممارسة شائعة الى حد ما يقال ان مذاق الخفافيش مثل الدجاج لكن قوامه مختلف تماما يمكنك رويته في السوق حيث تباع مئات الخفافيش لسكان المحليين المتلهفين جدا وهذا واحد يبلغ طلو حوالي ثلاثة اقدام وكما ترون هذا السوق هو موطن لجميع انواع لحوم الخفافيش الذين يتم استيادهم في الغابة ويبدو ان هذا هو طعام الاكثر شعبية هنا الفيران المشوية دعنا نتخطى هذا بسرعة كبيرة قبل ان تقيها ان كنت مثل موضم الناس فان رؤية الفيران ليست اكثر تجذيبة ممتعة ولدي شعور بان لديك نفس رد الفعل جميع الفيران تأكل القمامة وتحمل البرغيث وقد عرف انها تحمل العديد من الاوبيع لكن قد تجد انه من الغريب بعض الشيان وفي بعض الاماكن لا يقتلون الفيران بل يأكلونهم في بلدان مثل فيطنام وكمبوديا على سبيل المثال يمكنك الذهاب الى المطعم وطلب الفيران على العصى وخلال الموسم صيد الفيران تزاد شعبية هذا الطعام الغريب كثيرا لا يتم تقطع الفيران الى قطع بل يتم شواء الفيران بالكامل بعد ازالة اللحشاء الداخلية والجلد الكلاب كل محيب الكلاب سوف ينزعجون كثيرا من حقيقة ان الكلاب لا تزال تستهلك كطعام على نطاق واسع في البلدان في جميع حي العالم حيث يتم تقديمهم في اليخنات والحساب مع عدم اهدار اي جزء يتم تحذير الوجبة من خلال تمليح الكلاب وتجفيفهم ثم تحويلهم الى مطاط متشنج وعلى رغم من ان الكلاب تستعدم بشكل اكثر تقليدي في النقانق فان هذه العملية تعود الى قرون مضت حيث يوجد اعتقاد قوي بان دهون الكلاب يمكن استخدامها طبيا لعلاج الروماتيزم واذا لم يكن ذلك مزعجا بما فيه الكفاية فهناك مهرجان لحوم الكلاب يقام في مدينة صينية منذ 2010 وهذا المهرجان مثل للجدل كثيرا واحتج الناس عليهم جميع حي العالم وسراخ الكلاب بصوت عالي يرجح بشكل رئيسي الى الالم الذي تشعر به الحيوانات اثناء التحذير حيث يتم غالي الكلاب من اجل تعزيز نسيج ونكات اللحم والاسوأ هو انه كل عام يتم قتل اكثر من عشرة الاف كلب واستخدامهم في هذا المهرجان لانه يجاذب الكثير من الناس كل سنة جبن الديدان اذا كنت تعتقد ان الفيران المشوية ليست كافية بالنسبة لك فما رأيك بجبن الديدان لكن يجب نحذرك من ان هذا ليس كما الجبن العادي الذي تتناوله كل صباح بل هو في الواقع خطير جدا هذا الجبن الخطريات من ساردينيا في ايطاليا ويسمى كازو ماتسو الذي يترجم الى الجبن الفاسد لكن يجب ان اخبرك انه اسوأ بكثير مما تظن كازو ماتسو هو في الواقع مليون بديدان وتم حضره بسبب المخاطر الصحية التي يسببها ومن اتيحت له الفرصة لتناول الجبن المتعف يقول ان له نكاتا مميزة وملمس ناعم لكن الامر المثير للاشميزاز بما يكفي هو انه يجب تناول جبن كازو ماتسو مع الديدان الحية التي لا تزال تهتز في الداخل ويفترض ان الديدان الميت عالمة على ان الجبن لم يعد امنا للاكله لكن حتى مع الديدان الحية يأتي الجبن مع بعض نصائح الامان اولا يجب ان يوكل مع اغلاق العينين وذلك ليس لتجنب الديدان في الفم بل لان الديدان يمكنهم القفز في العينين وثانيا من المهم مضغهم جيدا لانه اذا لم تقتل كل الديدان عن طريق الهرس بين الاسنان يمكنهم العيش داخلك وبالتالي يمكنهم احداث الثقوب فيها معاهك بلود تناول البط المشوي امر طبيعي كما ان تناول بيض البط امر طبيعي ايضا ولكن في الكثير من الاحيان اذا كانت البيضة تحتوي على جنين البيض داخلها تصبح مقرفة لكن ما يبدو لان مقرفا يعتبر في الواقع طبقا شهيا يتم تحضير هذا الطبق الفلبيني عن طريق اخذ بيض البط وتخصيبه لعدة اسابيع وبعد حوالي ثلاثة وسبعية مغالي البيضة صلبة وتقديمها الى الطرف الجاهع الذي يأكل الجنين باكمله مباشرة من القشرة لكن لا تقلق هذا الطعام ليس خطيرا ما يأكل الشخص هو في الاساس مزيجا من بيض البط والبط وفي نهاية كسب كل من الكالسيوم والبروتين من كليهما كما انه لا داعي للقلق بشأن صرف الكثير من المال في مطعم فاخر على هذا الطبق فهذا ليس طعاما نادرا بل بالاحرى وجبة خفيفة طبيعية يمكنك شراؤها في اي مكان تقريبا في البلد مقابل دولار واحد الاسماك الحية اذا كنت تحب طعامك طازجا فعليك تجربة هذا الطبق الياباني المعروف باسم الكيار جودي وبينما يعتبر السمك هو العنصر الاكثر شعبية في هذا الطبق يمكن وايضا استخدام الحيوانات الاخرى مثل الاخطبط والروبيان وجراد البحر وما يشاركان فيه جميعا هو انهم يواصلون تحرك على طبقك حتى بعد ان يتم حاشهم هذا امر وحشي بالفعل اولا سيختار العميل الحيوان الذي يرغب في تناوله من الخزان ثم يقوم الشيف بوضع الحيوان في الطبق ممعيون العملاء بينما لا يزال على قيد الحياة واخيرا يتم تقديم الحيوان في الطبق ولحمه في الاعلى لتزين وقلبه لا يزال ينبض اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة